السلام عليكم معكم أحمد حتاحد وبفيديو اليوم هنتعلم بعض الضوال المهمة والأساسية ضمن برنامج أكسل هي البيزيكس فورميولة تبع الأكسل هي دلة السم تعلمناها الدرس الماضي بس هنتعرف اليوم على اختصاره لأن هي دلة كتير مستخدمة دلة الماكس دلة المين دلة الكاونت دلة الأفريج بس نحن عندنا نحن بدرس الرابع عامل أكسل رقم أربع بحيث لكل فيديو لكل درس له الأكسل الخاص فيه فأنا هلأ دي استحضر الصفحة أو الجدول اللي عملته من الأكسل الماضي في عندي خيط طريقتين إما بفتح صفحة جديدة وبروح على الأكسل القديم بحددهم كلهم بعملهم كونترول سي برجع على الأكسل تبعين على أول خليه بعمل كونترول في بجبلياهم متل ما هنل تمام أو ممكن نرجع على الأكسل القديم بعمل له زر يمين move or copy لوين دك تعمل له move أو دك تعمل له copy بروح على الأكسل رقم أربع اللي بدي يا أنا وبقل له move to end نحطيها آخر صفحة وبقل له خيار create a copy يعني هاي الصفحة مو تنقل ياها الأكسل الجديد وتمليها من الأكسل القديم لأ خليلي نسخة بالقديم وعمل لي نسخة بالجديد بقل له أوكي فرأسا أخدني للأكسل رقم أربعة حطى لشيط واحد رقم اثنين ليش أنا مكرر الاسم وهي نفس الشيط الأولانية هاي إما بعمل copy طبيعي أو بعمل move or copy عن طريق خيارات موجودة ضمن خيارات أعدادات خيارات الصفحة هعمل لدي لي تلتانية ما بديها هلا حرجع لهون تعرفنا هديك مرة أدالة sum هلا أدالة sum لكتير كتير استعمالات هلا أنا حنزل لآخر جدول هون عند هاي هاي أنا بديها تكون total تبعي تبع لي وهي total out شو هعمل هاترفع خيار أو اختصار ضمن خيارات الصفحة اللي هو alt لغة إنجليزية دائما نخليها إلا وديك تب العربي بقيلة بعربي alt يساوي رأسا فتح لي ضمن خيارات الصفحة بقوصين وقال لي يلا أدخلي بدك يا حلو رأسا نحدد له الرنج حددته enter خلاص تمام وزعمت له كوبي رأسا أخلا طبعا مو شرط عن طريق بس هاي العلامة زادة إلا ممكن عملها كوبي وباست هو تلقائي أن يفهم إنه نحنا قلبناها بس واحد على يمين فبقلب العامود والخلايا كلهم واحد على يمين هلا أنا نفترض عندي دالة الصم بدي أعمالها تحت عامود أصلا فيه أرقام هون لا نفترض بك بس alt يساوي أخده لحاله لأصم ناشو نحنا قراب عليها مبعاد نحنا تحت كل نبعاد هعمل escape ما بديها هلا أخي أنا عندي ضمن مجموع تبعي هاد عندي طلع قداش هعمل هون ميرج هاعمل شي اسمه الصافي هلا هعمل شي اسمه متوسط اللي هو متوسط الحسابي يعني أنا تقريبا قداش دفعت متوسط هون دفعت 50 هون دفعت 30 فمتوسط حسابي هو جمع الأرقام تأسيم عددهم 50 زائد 30 80 رقمين تأسيم 2 40 متوسط في عندي زائد 10 تأسيم 3 هيك بزي فدالة المتوسط الحسابي لأظهر قداش تقريبا قيمة المشترات تبعي قداش تقريبا صرفت تاريخ 5-2 أو تقريبا هاد الشهر إذا مخصص هاد الجدول لمصروف هاد الشهر بحط يساوي بحط اسم الدالة Average حبلش كتابتها وحط صار لي طبعا مباشرة A V راسا نطلعط دالة رقم 2 Average Tab نفس ما بدأ دالة السم بيلي حدد لي range أو عطيني مجموعة خلايا يطلع منهم Average فيني اكتب اسماء الخلايا بيدي هاي شغلة حلوة كتير فأنا بدي ما أنه من ال F 2 معنى لل F 50 F 8 نقطتين F 50 لك شو نحدد لي آهم بس أنا بطلع ما بدي من ال F 2 معنى في حق مسا كاد وارفعه لفوق صارت F 5 لال F 50 لا أكتر لال F 52 حق بس انتر فعلا متوسط 30 هلا في عندي حركة حلوة انه هاد الفورمات عاجبني انا بدي عمله كوبي متل ما هو لهون من غير ما ينقل لي الدالة نوع نعف بالكوبي بس بنقول دوال بنقول خلية متل ما هي بالاحرام هاعمل كوبي بانتر هاي كتير كتير حلوة فورمات بانتر بك بس عليها بقو بعمل لي كوبي لهي الخلية ملاحظ صار في عندي إشارة مثل عمل دهان وقت يجي ده دهان باستخدم فرشاية وطلع عن نفس هاي الفرشاية هلا حاك بس عن الخلية اللي بدي عملها باست هاي تمام عملي كوبي باست للفورماتين بس اللي هو ان الخلية مدموجة خليتين اللون الاياس والإطار طيب انا بدي اعمل هلا تلات شغلات مش شغلتين هاقبر هاد السطر شوي خلي الصافي متوسط بولد ورمادي هاعمله كوبي باستر هاعمله هون تمام هلا دي تعرف عدالة المين والماكس والكاونت تلات دلات طب تلات دلات عمدي هون وهون وهون فاشو هاعمل هاقف هون عمله كوبي باستر واسحبه اعطاني خلية ونص انا بدي تلات خلايا فتلات خلايا ضرب اثنين لانو ده مش خليتين فاستة بدي هاعمل كونترول زيد واقفه مرة ثاني كوبي باستر هاي بخلية اثنين ثلاثة وحاعمل المتوسط كمان كوبي باستر ونسخن لها هلا حاعمل اعلى مصروف اقل مصروف وانا كشكل عام فيني تنقل بين الخلايا عن طريق اما الاسهم او عن طريق تاب والانتر اسهم فوق تحت بيتنقل طبيعي يمين يسر يمين يسر انتر لتحت شفت انتر لفوق تاب يمين شفت تاب يسر هلا انا كنت هون عم بكتوب وانتقل هو رأسا لهون ليش؟ لأنا وقت بلشت كتابة بلشت نهي الخلية وقت عملت تاب انتقلت فهو تلقائيا فهمني انه انا كأني عملي بيانات ضمن الطابل فشو عمل؟ انه اخي انت بلشت هون كتبت هون بتكبس انتر بتكمل هون بدخل بيانات تاب لهون مرة ثانية انتر بتنزل لهون مرة ثانية وهيك على اساس كأني عملي جدول بيانات انا فهي ميزة حل بقصراحة هلا دي اوجد انا اعلى مصروف صرفته اقل مصروف صرفته انا بدي احسب كم عملية شراء قمت فيها او كم عملية ايراد اجتني او كم عملية قمت فيها بشكل عام فهي الدالة اللي هي count بتحسب لي عدد العمليات مو هي بتحسب عدد العمليات نحن نوظفها لنعرف عدد العمليات وانهم بتحسب عدد الخلايا اللي فيها بيانات وبتقيم الخلايا الفاضح ضمن رينج انا بحدده فاشروح اعمل حسجل اسم عدد العمليات هنروح لأعلى مصروف بلغة انجليزية يساوي دالت ماكس اللي هو ماكس اللي هو اعلى اعلى رقم موجود ضمن رينج انا بحدد لياه تقريبا تقريبا البيزيك تبع الفون والانساسيات كلهم نفس الشي اما بدخل خلايا متفرقة بفصل بيناتهم بالفاصلة او بدخل رينج وبيعطيني هو الاكبر عدد ازا ما بدي دخل اسماء خلايا بشكل عام بدخل ارقام من عندي بدخل ارقام عادي 50.30.10 بسكر انتر اعلى رقم 50 فعلا لا بس انا اللي احاك بس F2 شفت وحدد لورا دليت وحدد الرينج تبعي اللي هو من F5 ل F52 بسكر القوس انتر هلاش هعمل شغلة حلبة كتير هنسخ الدال اللي هيك على اليمين شو صار طلالي صفر اهنو اتنسخناه على اليمين تقل العامود على اليمين فالعمود G ما فيو بيانات العامود H ما فيو بيانات واقف هون العامود H ما فيو بيانات لا شك انتقل العامود دلي لان الخلية مدموجة فدينتقل على ال G بس لقافي خلية ثانية مدموجة فراح على ال H لقافي خلية مدموجة راح على ال G هلا حقف على الخلية تبعي هون حقف على دلة الماكس اما F2 عدلة ضمن الخلية هاي دلة الماكس حددها وحط دلة اللي اللي بديها ليه M I N مين تحددت اللي محدد لي هو Hات لانو ما بدي Hات رحت يمين بالزر عبقلي بالاسم ضمن الدلة حددت ال H و سويته J لكن ما بدي لجي انا هون حاك بس انتر اقل مصروف و جات اه انا عفوا ما بدي ال Hات شو هعمل حقف هنا ضمن الدلة اعمل copy لل F escape من ctrl V تمام tab ctrl V لل F وححدد الماكس وعدد العمليات انه كاونت كاونت كتبنا CO ثلاثي وقفت عليها كبس tab enter ثلاثة عمليات بس ما انهون عمليات مرقم عشرية فرقم عادي فبحول نوع الخلية من accounting حسابية لجنرال عادية رقم ثلاثة بطلع هلا كيف دي حول حالة خلية العادية بدون مروح حون اعمل جنرال ctrl shift حرف الزال او المدة اللي هو فوق التاب ويسار الواحد بيعملي تلقائيا اي خلية نوع على جنرال هعمل ctrl z لانه اقل مصروف بدية accounting هاك اظل عدد العمليات ومتوسط واعلى مصروف واقل مصروف صار عندي متل تقرير بسيط انه هاد الشهر هلا معي 110 تقريبا كل شغلي عم بشرية تقريبا سعره 30 اكتر شي دفعته 50 اقل شي دفعته 10 ثلاث مرات بس عملت عمليات هاد الشهر طيب في شغلة ثاني عمليات انه غدتنا نحددهم ما بنا نعرف تلك فعلا بنا نعرف عدد العمليات فهو التاريخ بحق اعمل شغلة حلوة انه امسك هاد وشده لهون بحق امسك هاي وشده بالعكس فاك حددت الرنج بسرعالي بدية انتر عدد العمليات كان 4 اني انا اشتريت 3 مرات وجاني مصروفي عملية هاي اسمها فضم تاريخ 2 2 هلا في شغلة انه انا الكونت هي ده اللي بتقوم بحساب عدد الخلايا المليئة بالارقام بس حق افعل كاونت مرة تانية وشده اشوف عدد العمليات الطريق البيان مستحيل ما اكتب عملية بدون بيان فنفس شي اذا عددت البيانات نفس الشي بيكون انتر هايقل لي صفر وهي بتعدي بس الارقام هي تاريخ ارقام وات هدول كلهم ضمن مجموعة الارقام بينما التكست العادي لأموه ارقام فما بيعدو فشده اللي بتعدي التكست العادي هي كاونت ا حرف ا بضيف لايك كاونت تا اكباس انتر عدد تماما كاونت ا بتعدي كلشي ارقام ونصوص الكاونت بس بتعدي بس ارقام احفظ اللي عملته و هات كان درسنا اليوم صالت كونو ستفتتو